اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السادة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثت حلقات سابقة عن الحوادث التي تعرض لها المثقفين التقدميين واليسريين والإسلاميين وسمي ما شئت وبعض الذين تعرضوا بعض الكتاب والمثقفين تعرضوا لإضطحاد النظام السابق تحدثنا عن ما تعرضوا إليه وحقيقة لا من في ذلك هذه حقوق كانوا مظلومين في تلك الحديثة لكني لحظت من حين إلى آخر بعض الأسماء التي ذكرتها وتحدثت عن مأسيها أن ألسنتهم وأقلامهم شوية قاسية على الإسلاميين وعلى الإسلام فأحببت أن أشارك يعني أخواتنا المشاهدين بشيء من هذه الأراء أو الأفكار يعني أنا أتحدث الآن عن الليبراليين المتغولين في الليبرالية والعلمانيين المتغولين في العلمانيين ما تحدثش عن الناس المعتدلة يعني دائما يتحدثوا عندما يتحدثوا عن الإسلاميين وأتمنى أن نسمع من الأصوات هذه من الليبراليين ومن العلمانيين صوت معتدل على الإسلام والإسلاميين يريت يريت يكون النقد للإسلام نقد موضوعي أعطني نقد أعطني بديل أسمع إليك لك للأسف الشديد لا تجد إنسان لبرالي أو علماني ومثقف أرسطو طليس وإفلاطون يتحدث عن جان جاكروس وعن مثقفين الأمريكان وعن قضايا ثقافية عالية جدا ولما ينقدك ينقدك بتفهات ما ينقدش بموضوعية ما يخشش بعمق النقد مثلا للإسلام أو للإسلاميين بل تجد يستنجد بقضايا خارجية جدا اللباس اللحية الحجاب المرأة الزوز أربعة والراجل ما يزوز أربعة قضاء الإسلام أفيون الشعوب الإسلام الدين أفيون الشعوب التأخر سبب الأديان كلام غير منطقي لا علاقة له بعنصر أو جوهر الرسالة الإسلامية نفسها إذا لما يتحدث أغلب المثقفين البرادين أو العلمانيين يتحدثوا عن ماذا قال مفكر الغرب والشرق ومش عارب مانظر شنو بلهجة ثقافية عالية شوية لما ينقضوا لك الفكر العقل النقضي للإسلام والإسلامين تافه جدا سطحي إلى أبعد الحدود ما يعطيكش قناعات ما يعطيكش فعلا أن هناك نقض ما يعطيكش قضية تبدأ أن تتخمم فيها وتفكر فيها وتقول والله فعلا ربما الفكر الإسلامي أو الثقافة الإسلامية مقاصرة أو مقصرة في تلك الاتجاه ولذلك سنسرد معا هذا الأمر مشكلتهم ينقضوك ما يعطيكش لبديل شنو هو البديل على الإسلام لا يوجد أي ثقافة أي ثقافة من الثقافات نستطيع أن نحن أنت لما تنقضني ولما تحطم لي رسالتي بتجيب لي بديل لكن المشكلة صوتهم صوت نقضي صوت نقضي واطي جدا في قضايا لا علاقة لها بجوها الرسالة لا علاقة لها بجوها الرسالة وأيضا لا يأتوا ببديل صوت نقضي واطي لا يأتك ببديل هذا أتحدث عن مفكر اليساري الليبرالي العلماني المتطرف الليبي الليبيين بالذات ولا لا وتتبعي لرسالتهم إذن هم مرة أخرى لا يمانعون في أن يعطوك النصح والإرشاد لأمة كاملة لتاريخ أمة لحضارة ينسفوها ينقدوها يهاجموها لما أنت تنصح أو تهاجمها يسميك شنو وصي تب 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 تقعد أنها واسطة بين الله وبيننا أولا شون أنت بتصبح كاهن بتتسلط بتستبد مجرد أنك أنت تنصح في رأي حتى شخصي حتى بسيط جدا حتى رأي لا يمس جوهر شخصيتها أو جوهر فكرة يتهمك بأنك أنت إنسان متسلط أنك أنت تب تب أنك تب تب أن تجد كاهن وواسطة بين الله والسماء وتب أن تجد أنك ممثل نائب لله على الأرض وتسلط علينا لكنهم من جانب آخر لا يمانعوا أنهم ينقضوا أمة كاملة ورسالة وكتابك وحضارتك وتاريخك وتقاليدك هذه هي من عيوب الليبرالي العلماني الليبي المثقف الليبي العلماني النخبوي العالي إذن انطلاقا من هذا الطمس طمس طمس ثقافي جدا الأخ العلماني الليبي أو الأخ الليبرالي الليبي بينا نسيبوا حضرتنا ونسيبوا ثقافتنا ولكن ما يعقيناش بديل هذا أول أخطاءهم الرئيسية يستنشد مرة أخرى يستنشد مرة أخرى بيش بحوادث من التاريخ يستنشد بحوادث متفرقة من التاريخ ما هياش متماسكة مع بعضها ميجيب لكش التاريخ كحضارة كاملة وينقدر يجيب لك حادثة من هنا وحادثة من هناك وكأننا لسنا من بشر المؤمن لا يخطي المؤمن لا يخطي مع أن الله سبحانه وتعالى دار العقوبات في القرآن الكريم لي أنا للمسلم العقوبات في القرآن الكريم وفي الثقافة الإسلامية لي ولك كمسلمين يعني الله سبحانه وتعالى عارف أننا سنقصر سنعصي سنخطئ ولكن الإنسان الليبرالي يأتي لحادثة في التاريخ أخطأ فيها حكم إسلامي أو أخطأ فيها شخص إسلامي أو أخطأ فيها إنسان من المسلمين ويعمم على جميع التاريخ الإسلامي ليطعن فيها التاريخ الإسلامي يعني الآن من بعض ما يذكره هؤلاء الإخوة أنه أنتوا تبوني جيبوني الحضارة الإسلامية أو الحكم الإسلامي تبيني يجيب لي خليفة وفيها سيف ويقطع في الروس شوف اختصار التاريخ كله اختصار التاريخ الإسلامي 1400 سنة من الحكم الخلفاء الراشدين إلى فترة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مرة أخرى الخلفاء الراشدين إلى الدولة العباسية الأموية إلى الدولة العثمانية إلى المناكفات والصعود والهبوط كل هالتاريخ من النهضة إلى الحطاب من الانتصارات والهزائم من الاكتشافات العلمية من كل ما حصل اختصر لقي في خليفة ماسك سيف يقطع في الروس الناس ومعاه فقيه اللي يطبل له ووحدين شالين بخور يبخر له هذا هو أتحدث كيف ينقذ في الإنسان الليبرالي العلماني الليبي في الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي يأتيك من خليفة يقطع في الروس تين خليفة يقطع في الروس ما تقراش انتو لشون ما نقش متطلع على ماذا حدث في عهد الخلافة الراشدين ماذا حدث في العهد الأمو والعهد العباس والعهد العثماني تضحك إذن أنت تكذب على الناس تدلس على الناس يعني أنا ما عنديش مشكلة أن تنقض الثقافة الإسلامية تنقض التاريخ الإسلامي تنقض ما شئت نقض موضوعي لما الإسلام ينقض فيك اللي مسميه أنت إسلامي متخلف ينقضك يجيب لك في نقاط في صلب الفكر متاعك يدمر لك الفكر متاعك من الداخل ويجيب لك عليه حجج وبراهين تقبلها أنت ولا تقبلها قضية أخرى لما أنتو تنقضوا الليبراليين وعمنيين المتطرفين الليبيين لما تنقضوا تنقضوا في دبش تنقضوا في واحد تعاركوا واحد تنقضوا في قضية كأن المسلمين ملائكة ملائكة لا يجب أن يختصموا ولا يجب أن يتصادموا ولا يجب أن يحصل بينهم أي فرقة أو فرق مع أن الله سبحانه وتعالى في القرار الكريم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخوانهم يعني فيه هناك قضايا ومشاكل وصدمات ستحدث بين المسلمين أصلحوا بينهم وإن طائفتان من منا اقتتلوا فاصلحوا بينهم إذن فيه مؤمنين سيقتتلوا معروفة يعني هذه لا خير في نجوهم إلا من أمر بمعروفنا صدق وصلاح أو إصلاح بين الناس لما تصلح بين الناس ما لا ستحدث قصومات بين الناس جزء مننا نحن بشر محمد صلى الله عليه وسلم حتى كفار قريش تسألوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق عارفوا بشر بني آدم نحن بشر نخطئ ونصيب نتقاتل نتخاصم يصير بناتنا تفاوض يصير بناتنا عداوة يصير بناتنا الصلح فأنتوا تخاطبوا فينا كأنه لما مسلم يدير خطأ ولا إسلام يدير خطأ نار أسود تشوفوا تدمروا حضارة 1400 سنة حتى لما تخاطبوا فينا نحن لما تخاطبوا في الشيوخ أنا تحدث أنا لست يعني بذكر درجة من الإسلام ولست بالشيخ مؤكد ولست بواعظ ولكنني قارئ نعم أتحداكم جميعا أن تأتوا بفكرة جوهرية تدمر رسالة الإسلام خلينا نفكروا فيها يا سيدي تحيرون يا سيدي تحيرون فيها لكن تركز لي على ملابسي ولا لا ريت بالله دير لي جلبية ولحية ما للجلبية ولحية أعظم الاكتشافات العلمية التي جاءت على يد المسلمين كان صاحبها لابس جلبية ولحية وكان يصلي وصلي ويصين في الاثنين والخميس وتحت دولة إسلامية وبفكر إسلامي واكتشف أعظم الاكتشافات العلمية نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية طاحت عليه التفاحة وربطها بالجاذبية كان لابس لباسي ضحك لكن من ضحكه عمرنا ما ضحكنا عليه نحن نقوله اكتشف الجاذبية ونيوتن واكتشف قوانين الحركة الثلاثة قانون الأول والثاني والثالث في الحركة يعني شن علاقة الملابس بالحضارة وبالفكر ما نعرفش لك لما ينخذك العلمان الليبي المتطرف والليبرالي الليبي المتطرف يقول شوف دباشهم بالله يعليك ما علاقة الملابس هل التعري دليل الحضارة التعري والعرق دليل الحضارة إذا كان هذا صحيح في قبائل في أفريقيا كرمكم الله عريانين يعني أم أكثر حضارة مننا نحن ثم مرة أخرى اكتشفت هذه الشافات العلمية الملحد المسلم المؤمن لما يكتشفوا العلم ويكتشفوا الأدوى يصنعوا ما لش علاقة بالملبس بتاعها لكن لي فراغ حجة الليبرالي المتعصب أو العلماني المتعصب لأن فراغ حجته يستنجد بأمور ظاهرية النقطة الأخرى ظلميين الإسلاميين ظلميين المسلمين الثقافة الإسلامية ظلمية الظلامي يعني يدل على مؤامرات ودنسوا في الليل وفي الظلام تخططوا وديروا للناس وتغتالوا وتغضروا وتخونوا مع أن الثقافة الإسلامية علانية في الخطب في المنابل في الكتب في الفضائيات في الكذا ما تدسي شيء قرآن موجود في الضي في النهار لكنه لفساد لفساد نية هؤلاء المتعصبين من الليبراليين ومن العلمانيين ومن أهداء الإسلام وأنا لا ألوم لغير المسلمين ولا ألوم الدول الأخرى ألوم أبناء الوطن الأقلام التي غدرت بهويتنا اللي علمناهم كيف يقرأ ويكتبوا بداية ويطعنوا فينا وفي ديننا وفي إسلامنا ويهاجموا فينا في واحد من المثقفين الإعلاميين الكبار دير روحها يستهزع الخروف تذبحوا في خروف وديروا النصرين وديروا فيه كذا وتخذوا في الراسل تشوفوا فيه حتى تقرباً إلى الله استهزاء وصخر يبي شعر هذا شعرنا يعني شنو فيها؟ شوفوا ما فيش فكر ما فيش حاجة ينقدك فيها بحيث يهز رسالة الإسلام وهذه عظمة الإسلام هذه عظمة الإسلام إذن ظلاميين مع أن الناس كلها مرة أخرى على المنابر وخطب النهار واضح النهار للإسلام والقرآن والكتتيب والفكر وكل واحد يقول لك والله لما ينقدك الشيء الآخر لما ينقدك يقول لك مثلا أنت ظلامي يعني مؤامرات يعني أنتم مش مؤامرات يعني لما قام مثلا العنظمة الشعوعية ودرت انقلاباتها ما كانت تحت الأرض سرية ما كل الإنقلابات وكل المؤامرات وكل الأفكار الجديدة التي طاحت والثورات ولكذا كانت سرية بدايةها كلها يعني شوفوا فيها من مشكلة ليش لما نحن تأتي الحجر الإسلاميين تختلف حتى قضية هذا يستخدم في الدين للوصول إلى السلطة الشيخ يستخدم في الدين للوصول إلى السلطة تم واحد أنت تستخدم في الشعوعية للوصول إلى السلطة وانت تستخدم في القومية للوصول إلى السلطة وانت تستخدم في الوطنية للوصول إلى السلطة وانت تستخدم في العلمانية للوصول إلى السلطة وانت تستخدم في الليبرالية للوصول إلى السلطة ما معنى أنتم صادقين مخلصين لإشتراكيتكم مخلصين لشعيتكم مخلصين لبعثكم مخلصين لعلمانيتكم مخلصين لليبراليتكم وهذا ما هو مخلص الدينة ولذلك خطابكم ضائب جدا لما تتكلموا مرة أخرى على العقوبات أول ما تتكلموا على الإسلام تتكلموا على قانون العقوبات الليبرالي الليبي المتعصب والعلمان الليبي المتعصب لم يتكلم على الإسلام أول ما يفتح كلامه قانون العقوبات قطع اليد والرجم والحرابة وانظر شنو مش عانا فيه وكأن العالم الإسلامي كل الدنيا ماشي دائما قطعات والدنيا مرجومة وان ما تمشي بالشوارع تلقى الرجم لما يتكلم على الفكر المتاع اللي يتبع لهو لما يتكلم على اليسار لما يتكلم على التقدم لما يتكلم على البعث لما يتكلم على الفكر اللي يؤمن به يبدالك بالحاجات الإيجابية مثلا الشوعي يقول لك البريتاريا الطبق الكادحة نخلوها كذا ما يكلم لكش على قانون العقوبات في روسيا زمان مثلا ما يكلمكش على قانون العقوبات في أمريكا في الرسم ما يكلمكش على قانون العقوبات في البعث في العراق ما يكلمكش على قانون العقوبات اللي يدير فيه حافظ الأسد البعثي مثلا ما يكلمكش على قانون العقوبات في الأفكار الأخرى يكلمك على ما يحسنها لما يتكلم الإسلام آه تقطع في اليد أنتوا بيكلمني على عمق الرسالة على مقاصد الشريعة على حفظ المال والعقل وحفظ الدين وحفظ الدم وحفظ المال هذه 90% من وثيقة هلسينكي لحقوق الإنسان جاية من الخمس مقاصد الشريعة ما يدولكش عليه ما يدولكش على حقوق الإنسان كرمت الإنسان ولا قد كرمنا بني آدم ما يدولكش عليه يدولك فقط على قانون العقوبات شوف السم أتحدث عن الليبيين الليبرالي الليبي والعلماني الليبي اللي بره فقني منهم اللي ما همش ليبيين والله اللي ما همش مسلمين ما همش خايفين من رسالة الإسلام بيهجموها كل ما ذكر المستشرقين عن الدين الإسلامي النخبة والليبي اللي علمناهم نحن في مدرسنا هنا يهاجم لك في هذا الدين دباشكم ظلامي قطع اليد خليفة يبي يقطعنا روسنا في روقتين خليفة يبي يقطع لك روسك كيف يعني أنت لتردد ما يردد المستشرقين وردد الطغاء نفس الشيء معقول النظام الإسلامي هذا بيجي لك خليفة ماسك سيف عنده نطع بقطعة تدليس كذب تخلف تخلف منك أنت أعظم العلوم التي اكتشفت في عهد الحضارة الإسلامية ونظام إسلامي بالقرآن ويصلوا كلهم ويحجوا ويذبحوا بشواه في العيد وكذا واكتشفوا العلوم كل العلوم اللي نروح فيها الآن تطبيق للأسس العلمية وبعدين يا أخي الكريم إذا كان الإسلام فعلا يقول لك الإسلام الديان الدين أفيون الشعوب الدين أفيون الشعوب إذا كان الدين أفيون الشعوب يا سيد الكريم كانت الدول تحت الأديان تقدمت واكتشفت أعظم الحضارات حتى ألمانيا حتى آخر مستشار المئة السبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات يعني تعطي لنا يعني تشكر وتمدع في حضارتنا في كذا ما هياش مسلمة ما هياش عربية وما هياش ليبية يعني تقول هذوم كيف كيف لا أستقبلهم وهم أهل حضارة هم اللي اكتشفوا العلوم وأسس العلوم وكذا وانت مش كانت تحذي للدين مش كان الدين الإسلامي هو اللي حاكم هو الحضارة اللي فيه لما اكتشفت تلك العلوم هذي رقم واحد رقم اثنين هناك دول الان مش اسلامية وما هيش متدينة وإباحية من الدرجة الأولى ومتخلفة موجودة اليوم أفتحوا ليش ما تفكروا شك ليش ما تنظروا للتعميم أنت أنظر أمامك تجد دول كثيرة جدا جدا ولا لا تجد دول كثيرة ما هيش دينية لا نصرانية لمسلمية لا يهودية ومتخلفة ونصهم عراية يمشوا بالشارع ولبسين يا سيد المرأة عندها حريتها اللي تبيها الشخصية وكل ما يتطالب به الآن تبونا ندروه أنتو يا ليبيين يا لبراليين يا شسماكم يا علمانيين متطرفين كل ما تدعونا إليه من الإباحية والتعريب ونظر شنو مش عارفهش والراجل الزوج الراجل المرأة الزوج المرأة فيه دول تطبق فيه ومتخلفة للقاع فش تحسبونا ما نفكروش ولا كيف ليش ما تنظروا النظرة هذه ليش نظرة العورة هذه للثقافة الإسلامية ليش انت ما تموتش وتترك لأولادك حكومة فيها خمسة من المقاصد الشريعة تحميلك عقل ابنك ما فيش خامر ما فيش مخضرات ما فيش كذا تحميلك ماله وممتلكاته تحميلك دينك ديانتك تحميلك نفسك وعرضك شنه هي الإشكريه؟ ليش ما تحدث على الإسلام بهذا الطريق ليش تقول أنت ظلامي متخلف دموي 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 الإسلاميين دمويين من يوم بداية الرسالة جبريل عليه السلام نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يقتل الإسلام بحكوماته كله أربعمائة سنة العثماني أربعمائة الأموي أربعمائة العباسي والعهد الخلفاء الرشيدين ومحام صلى الله عليه وسلم والفتنة الكبرى أجمحاً كلهم لم يقتلوا معشار 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 ما ماتوا في حرب وحدة من حروب العلمانيين أقص الدول الدول العلمانية أعنى في الدول الدول العلمانية استلين قتل خمس ملايين بيستبت عقمه في روسيا خمس ملايين إنسان والله ما قتلهم الإسلام ما قتل حتى ربع ربعهم الإسلام كله في أربع ألف ومائة ومائة وقمس سنة قتلهم في حادثة وحدة الجيش الأحمر الروسي حتى يثبت حكمه ملايين الله ماتوا في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هل الدول كانت تقود في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مسلمين؟ نظام إسلامي؟ كانوا أما عسكريين أو علمانيين أنظمة العلمانية أقصى وأعنى في القتال والدم وانظر ما يحدث اليوم انظر حقبة الاستعمار فرانسا مليون ونصف جزائري دمرتهم حرقتهم إيطاليا نصفنا الليبيين فشختهم وشوف شون داروا في أفريقيا وفي العالم دول علمانية كانت ما كانتش إسلامية فكيف تطلب مني دول علمانية باش يجي آمن وآمان وما فيج دم شا التفكير الغبي هذا ما تقراش انت ولا شون ما تشوفش في التاريخ أمامك أي عنف وإي دم وإي تنظيمات إرهابية يا وين مش عرف ما تقول تحكي عليه تحا 200 ألف البوزنيا بورما المذابح بطن إسرائيل مذابح صبرة وشتيلة والدمار لداراتها من 48 تقتل وتفشخ ما هم مش دول إسلامية هذا فكيف تربط الإسلام بالعنف يا راجل ومسي بالعنف اللي قدامك أوعى أوعى يا راجل أوعى تكلمني عن الحجاب كيف المرات يزوز أربعة الراجل زوز بمرات الفش أنا ليش نلبس الحجاب أنا ليش نلبس الحجاب وهذاك ما يلبس الحجاب حمو كلان فاضي النقد متاعك أنقذ في أنق الرسالة وأتحداك وأتحدى أكبر فطاح للمفكرين الغربيين وغير الغربيين في أن يأتوني بشي خلوني يشك في الرسالة حاضر لك ما تقعدش تافه لأنك تعرف تفاهتك هذه لما تقعد أنت تتحدث على جانجا كروسو أرسطو وفلاطون ومشاهد التفلسف وفي نفس الوقت لما تنقدني بتفاهة معناه أنت مفلس ما عندكش حجة ما عندكش برهان أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلق نكمل في هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى في الحقل القادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته